بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا نتحدث عن الاريز وبالتحديد عن الوان دايميشن الاريز بالفيديو الحالي رح نحل مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تجيك على موضوع الوان دي ااري خلينا نبلش مباشرة بأول سؤال ونتدرج بالأسئلة ليبل باي ليبل أول سؤال بيحكي لنا مطلوب مننا نكتب برنامج جافا على اساس يحسب مجموعة عناصر ااري معينة فعلى فرض قال لنا انتجر ااري وخلينا نسندلها قيم مباشرة المطلوب ان نجمع هاي القيم اللي داخل الاري معناته كوننا نتحدث عن جمع نحن بحاجة لنعرف متغير بالنسمي sum وكينيشي الفاليو zero كونها المحايد الجمعي وعلى اساس امر على جميع عناصر الاري اكيد احنا شوفنا بالفيديو الماضي انه بحاجة لفور او فور ايتش خلينا نستخدم الفور العادية واتفقنا كونه الاري اول اندكس خاص فيها رح يكون بزيرو معناته رح نخلي هاي الفور تبلش من عند الزيرو لأقل من كم يا ترى لأقل من الر.length ليش عرفنا هاي الفور لوب على اساس اللف على جميع عناصر الاري فبكل بساطة على اساس اوصل لجميع عناصر الاري كل ما علي ان اكتب له الر اوف وبعت له الاي لانه الاي زي ما بنعرف رح يكون بزيرو بعدين واحد اثنين ثلاثة الاخره مع سميكولر لكن هاي العناصر لازم انه اروح احفظها داخل المتغير اللي اسمه sum فرح اقول له sum يساوي قيمة السم الحالية زائد الر اوف الاي كل ما بنعرف هاي الحركة اش معناها بزيرو ورح يجمعها على اول عنصر بالاري كونه في اللفة الاولى رح يكون الر of zero كونه الاي قيمتها بزيرو فرح يجمع قيمة السم اللي هي صفر مع اول element اللي هو واحد رح تكون قيمة السم بواحد باللفة الثانية رح تكون قيمة السم بواحد زائد الر of الواحد لانه الفور رح تزيد بواحد لتصير قيمة الاي بواحد فمين هو الر of الواحد بالضبط اللي هو خمسة رح يجمعه قيمة السم اللي هي بواحد ليجمع واحد زائد خمسة ما بنخرج من الفورلوك إلا وجميع عناصر الأرائي مجموحهم رحكون داخل المتغير اللي اسمه sum وممكن نختصرها إنه نقول مباشرة sum plus equal الر of i فإذا نزلنا خارج الفورلوك وقلنا له s out sum equal قيمة variable اللي اسمه sum إذا عملنا run رح يطبع لي إنه sum 23 خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بحكي لك رأيت أجابة program to calculate the average value of array elements بدنا نحسب الـ average العناصر الـ array نحن بالسؤال اللي قبله تقريبا حلينا السؤال لما جبنا السم العناصر الـ array لكن اللي رح يختلف مع الـ average الـ average زي ما بنعرف اللي هي عبارة عن مجموعة العناصر على عددهم فأنا هون بدل ما أطبع السم وممكن إنه قوله بدي أطبع الـ average وبنعرف إنه السم صار يحمل المجموع لكن بنقسمهم على الر dot length اللي هو عدد عناصر الـ array وللناس اللي متابعة أكثر بتقول لك ما هو الـ average ممكن يطلع فيك سور معنعته ممكن إنه هذا الـ expression بدل ما إحنا طابعينه مباشرة لا يعطي قيمة وإنتجر لا ممكن إنه نعرف متغير double ونسميه مثلاً AVG ونقوله إنه يساوي هذا الـ expression وبعد هيك ممكن إنه نطبع المتغير اللي اسمه AVG نعمل run رح حكيلي إنه الـ average طلع خمسة والخمسة نلاحظ على هيئة double طبعا إحنا لما نكتب السؤال ممكن إنه ما نكون معطيين قيم مباشرة ممكن إنه ناخد هاي القيم عن طريق الـ user إنه مثلاً نعرف object من scanner ونعمل alt enter لنعمله import وبعد هيك ممكن إنه نعرف for تبلش من عند السفر أقل من الر.length طبعاً ما شو متعرف عليها؟ لأنه لازم الرأي نعرفها قبل for فممكن إنه نروح نقول له مثلاً new int والsize طبعها 5 ومن دون ما نعرف متغير الاستقبال مين رح يستقبل القيم؟ اللي رح يستقبل القيم عناصر الرأي نفسها فرح نقول له err of i يساوي next وشو نوع عن عناصر? int بالإضافة السيمي كورن وطبعاً عن طريق الـ object اللي اسمه in استدعينا هاي الفنكشن ويمكن نقول له بمسج توضيحي بسيط s out enter element number مع قيمة i وطبعاً الـ icon ها رح تبلش من عند الصفر مش منطق إنه يقول له دخل الـ element رقم 0 فلأ رح أضحها باق ونسين وأزيد عليها قيمة 1 فلأ سيقول له enter element الأول الثاني الثاني الثاريق إلى آخره وبعد هيك أنا رح أكون جايب قيمة العناصر بعدما جبنا العناصر رح نروح ناخد لهم الصم ونحسب لهم الـ average خلينا نعمل ران ها رح يقول له enter element الأول مثلاً دخل له 100 ثاني 99 88 مثلاً 50 و60 طبعاً لأنه الـ average 79 لكن على أساس نكسب وقت باقي الأنفلة رح يكون معطين initialization مباشرة وممكن بدل ما تستخدم 2-4 ممكن تستفيد من الـ for اللي بتحسب الصم على أساس تأخذ منها الـ input وتستغني عن الـ for الأولاً هي لكن كنوع من أنواع التنصيق وضعنا الـ input بـ for والصم بـ for لكن من كـ performance أفضل أكيد لما يكون بـ for واحدة فنعمران ندخل قيمة عشوائية فرح روح ينطبع إلى average خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لك write a job program to test if an array contains a specific value يعني إحنا رح نعمل test أو check إذا كانت الأرأي تحتوي على قيمة معينة إحنا رح نحدد هاي القيمة سواء عن طريق اليوزر أو إحنا افترضناها جدلاً فعلى فرض هاي الأرأي رح أدور فيها على قيمة معينة وأشوف إذا موجود رح أكيله not found إذا مش موجود رح أكيله not found طيب وين هاي القيمة؟ بنا نروح نعرف متغير مثلاً انتجر سميه مثلاً num equal to طبعاً هاي القيمة ممكن أنك تخذها من اليوزر لكن للسرعة إحنا افترضناها مباشرة وبدي أدور على هاي القيمة فأكيد أنا بحاجة لأفوق بألف على عناصر الرأي بتبلش من عند الصفر أقل من الر.length وبعد هيك رح نعمل check if الر.i كانت equal equal للنم اللي أنت بتدور عليه معناته في هاي الحالة إحنا وجدنا القيمة طيب إذا وجدنا هاي القيمة رح نروح نعمل break else رح نضلنا الف طيب بعد ما نخرج من الفور المفروض نعرف أنه هاي القيمة فعلاً نوجدت ولا لا فالأساساً عارف إنها نوجدت ولا لا أنا ممكن إنها سفيد من flag إنا اروح أعرف flag بنا نسميه مثلاً f كinitial value نعطيب false ونحكيله إذا هذا الـ element بالفعل كان موجود رح تحول قيمة الفلاغ من false وتخليها true إذا ما تحقق هذا الشرط قيمة الفلاغ رح تضلها ب false معناته خارج الفور ممكن إننا نحكيله بجملة f اعمل تشيك على قيمة الفلاغ طبعاً قيمة الفلاغ يا رح تكون true يا رح تكون false في حال كانت true رح نقول له s out إنه الانيمت مثلاً found بالelse رح نحكيله مثلاً إنها not found بالنظر قيمة الاثنين موجودة في الـ array ولا مش موجودة A موجودة معناته المفروض إنه يطبع found إذا عملنا run رح يطبع إنه found طيب نغير القيمة نحط قيمة مش موجودة داخل الـ array مثلاً 88 نعمل run رح يطبع لنا not found إذا أنت بدل ما تستخدم الـ f العادية ممكن تستخدم short hand f على نفس اللاين زي ما تعلمنا السؤال اللي بعده بحكي لك write a job program to find maximum and minimum value of an array بدنا نكتب برنامج يوجد أقل رقم وأعلى رقم بالـ array على أساس نوجد المنمم أو الماكسمم زي ما تعلمنا رح يكون فيه إنه قيمة نفترض إنها أقل قيمة وقيمة أخرى نفترض إنها أعلى قيمة فرح نروح نعرف متغيرين واحد من والآخر max ورح نفترض إنه المنمم هو عبارة عن أول قيمة وداخل الـ array والماكسمم ممكن إنه نفترض أي قيمة مثلا خلال نفترض برضو أول قيمة إنه هي الماكسمم وبعدها رح نبلش نعمل التشيك إذا إنه إفتراضنا صحيح أو خاطئ فرح نروح نعرف for تبلش من الصفر أقل من الر.length وبعد هيك رح نعمل التشيك رح نقول له if الر.off.i كان أقل من المن اللي أنت افترضتها في هاي الحالة المنمم رح يكون قيمة الر.off.i إنه أقول له min equal الر.off.i وفي ناس ممكن تحكي لك ما هو أصلا أنت افترضت إنه قيمة المن هي عبارة عن أول عنصر ليش تقارن فيها ممكن يتبلش تقارن من عند index.1 بصير في اللي كتبناه إيش اللي رح يتم اللي رح يتم إنه رح يعمل التشيك رح يمسك الألمنت اللي موجود بال-arr.off.i ال-i اللي مبعوته كإنديكس لل-arr. كم قيمتها؟ قيمتها واحد معناته رح رح يمسك ال-2 ورح يسأل هل ال-2 أقل من المن؟ طيب كم قيمة المن؟ قيمة المن احنا افترضناها في قيمة أول element اللي هو الر.off.0 واللي قيمته 5 هل ال-2 أقل من الخمسة؟ معناته رح ينفذ هاي العملية ورح تصير قيمة المن بـ 2 وإذا كان فيه عناصر أقل رح يخزنها بدل هذا المنمم وهكذا طيب في الماكسموم رح تكون نفس العملية لكن مع عكس الإشارة رح يقول له if الر of i كانت أكبر من الماكس معناته في هذا الكيس رح نخلي أنه الماكس equal الر of i ولما أطلع من هاي الفور رح أكون ضامن أنه أنا معاي المنمم والماكسموم فبكل بساطة رح نقول له s out الماكس equal قيمة الـ variable max ونفس الكلام رح يكون على قيمة المن وخلينا نعمل run ونجرب رح يطبع لنا أنه قيمة الماكس عشرة وقيمة المن سالب تمانية طيب نتأكد نروح على الـ array أكبر قيمة بالـ array مين؟ أكبر قيمة عشرة طيب أقل قيمة بالفعل سالب تمانية في هذا السؤال write أجابة program to sort numeric array بمعنى بدنا نرتب array رقمية هاي الـ array اللي عرفناها بدنا نعمل sort لعناصرها أو نرتب عناصرها كيف ممكن نرتب العناصر في أكثر من طريقة لترتيب العناصر وفي كورسي data structure على القناة في أكثر من طرق للترتيب ممكن أنك تطلع عليهم وتشوف شو الطرق اللي ممكن نرتبهم للـ array لكن حاليا رح تكون المهمة أسهل لأنه رح نستفيد من function جاهز بوفره اللغة لعملية الترتيب داخل اللي class المخصص للـ array داخل اللغة في مجموعة من الميثود الجاهزة اللي ممكن تتعامل مع الـ array داخل class اسمه array يعني أنا بمجرد ما أكتب arrays وروح نعمل highlight على كلمة arrays نعمل alt وenter رح عمل لي suggestion انه انت ممكن تعمل import للكلاس اللي يسمه arrays فخلينا نروح نعمل import لهذا الكلاس داخل هذا الكلاس في مجموعة من الـ built-in methods ومجرد ما نكبس dot رح يطلع لنا مجموعة الميثود داخل الكلاس اللي يسمه array مجموعة كبيرة من الميثود احنا بنا نستدعي مثود منهم واللي هو مسؤول عن عملية sorting او الترتيب واللي هو methods sort لاحظ اول ما كبسنا اول حرفين من الميثود sort رح يطلع لي مجموعة من الميثود منها استقبل array of short long integer float character byte او حتى object وخلينا حاليا نكمل ونقول له sort ونفتح قوس ونسكر قوس رح يحكي لك انه رح يستقبل مجموعة من الـ array بمختلف الانواع نحن الـ array اللي عنا integer كيف ممكن نبعتها لهذا الـ function ممكن مباشرة انه يقول له بدي اعمل sort لل-arr واسكت هل رح اضيف square brackets لا رح يعطيني error رح نتعلم ان شاء الله لما ناخد في درس كيفية تعامل الميثود مع الـ array رح نناقشها بالتفصيل لكن حينيا اللي بدي اكتعرفه انه الـ array لما ابعثها لـ methods رح ابعثها من دون square brackets فقط اسم الـ array عدى ذلك رح يعطيني error method sort رح تستخبل الـ array ورح تروح ترتب جميع عناصر الـ array في حال انا نروح اطبع عناصر الـ array بعد عملية sort رح ألاقيهم امرتبات خلينا نكتب for ونجرب احنا نبدأ من العدد السفر comment error length وبدنا نطبع العناصر نقول له اطبع لي error of i وبدأ بين كل عنصر ونصر فراغ وبدأ أطبعهم على نفس الـ line نعمل run رح نلاحظ بالoutput انه طبعهم من minus 1 بعدين 0 189 25 معناته العناصر ترتبت من اللي صغير لاللي كبير فاللغة موفرت لك مجموعة كبيرة من الميثودس ممكن انك تطلع عليهم وتستخدم اللي بناسبك رح أضيف لك ان شاء الله بالوصف رابط exercises مع حلولهم لتغطي معظم الأفكار اللي ممكن تيجيك على الـ one dimensional array الله يطوكم العافية نشوفكم بالفيديو الجاي السلام عليكم